كما تعلمون إخوتي الأعزاء فإن هناك دراما إنسانية نعيشها في غزة حيث يتم قصف المستشفيات والمدارس وأيضا الأماكن النازحين وغيرها بوحشية وبالتالي فإننا نقول بأنه ليس هناك مصطلح يمكن أن يشرح لنا هذه الوحشية والعنف التي يعاني منها غزة حاليا وإن هناك جرائم ترتكب ضد الإنسانية في تلك المنطقة ونحن منذ اللحظة الأولى فإننا أبدينا موقفا إنسانيا ونددنا هذه العمليات التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين وإن الأمر الذي نعطيه الأولوية حاليا هو إيقاف إطلاق النار تماما وتأمين أمان كافة المسلمين أو المسيحيين أو المدنيين المتواجدين هناك في غزة وبالتالي فإننا نقوم بما يلزم وباتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ذلك حتى الآن قمنا بنقل عشرة طائرات من المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة ونحن جاهزون أيضا لاستكمال إرسال هذه المساعدات